ماذا بالشقة السياسية الدبلوماسية أيضا بملفها المفاوضات ويبدو أن هناك تحركات دبلوماسية تجري في إسرائيل من دون علم رئيس الوزراء بن يمين نتنياهو على التحرك الدبلوماسي الأبرز خلال الساعات الماضية كانت اللقاءات التي أجراها الوزير في مجلس الحرب الإسرائيلي بني جانت مع كبار المسؤولين الأمريكيين وبحسب ما ينقل موقع ولا الإسرائيلي عن مصادر أمريكية وإسرائيلية فإن جانت سمع كلاما قاسيا بتعبير الموقع من المسؤولين الأمريكيين حول المساعدات الإنسانية نائبة الرئيس الأمريكي وكذلك مستشار الأمن القومي الأمريكي أبلغا جانت بأن إسرائيل لا تفعل ما فيه الكفاية من أجل إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وقالها بحسب الموقع أنه يجب إغراق قطاع غزة بالمساعدات خلال الفترة المقبلة وأن على إسرائيل أن تجد بديدا لهذا الأمر تزامنا مع زيارة تي جانت بدأ هناك أحاديث في إسرائيل عن إمكانية فتح الاحتلال الإسرائيلي لمعابر جديدة شمالية قطاع غزة من أجل إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع خصوصا أن كل ما كان يتحدث عنه جيش الاحتلال الإسرائيلي ووسائل الإعلام الإسرائيلية خلال الفترة الماضية اتضح أنه غير صحيح وغير موجود وكان يستند إلى مبالغات إسرائيلية وأتحدث هنا بالضبط عن حديث الاحتلال الإسرائيلي عن التواصل مع جهات ميدانية عائلات عشائر تجار وما إلى ذلك من أقويل راجت في وسائل الإعلام الإسرائيلية من أجل توزيع المساعدات الإنسانية على قطاع غزة تحديدا في المناطق الشمالية للقطاع لكن اتضح أن هذا الأمر غير موجود وأن هذه الجهات المحلية أو التجار الذين يحفظ الاحتلال الإسرائيلي أسماءهم استرا ويمنع نشر كل شيء يتعلق بهويات هؤلاء الأشخاص اتضح في نهاية المطاف أنهم غير قادرين على توزيع المساعدات الإنسانية في قطاع غزة ليتضح أن جيش الاحتلال الإسرائيلي بلا خطة تتعلق بتوزيع المساعدات الإنسانية خلال الفترة الماضية اغتال عناصر الشرطة الفلسطينية الذين كانوا يؤمنون إدخال المساعدات بعد ذلك بدأ التحريض طوال الوقت على الأونروا من أجل نقل المساعدات من بين أيديها إلى جهات ادعى جيش الاحتلال الإسرائيلي أنها موجودة وأنها ستوزع المساعدات الإنسانية في القطاع وشن حربا كبيرة على الأونروا في الأمم المتحدة وفي الولايات المتحدة وفي أوروبا وفي غيرها من الدول التي قطعت تمويلها للأونروا ثم جاءت لحظة الحقيقة لا توجد أي جهة منظمة في قطاع غزة يمكنها توزيع المساعدات الإنسانية وفي كل مرة تدخل المساعدات الإنسانية يتحول الأمر إلى مجزرة مثل مجزرة الرشيد التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في تلك المنطقة إسرائيل لا تريد أي جهة منظمة في قطاع غزة هذا يتعارض مع إمكانية إدخال المساعدات الإنسانية وهنا يبدو الصراع مع الإدارة الأمريكية التي لجأت خلال الفترة الماضية إلى إنزال مساعدات جوا إلى قطاع غزة لكن أولا هذه المساعدات الإنسانية لا تكفي لتغطية الأوضاع الإنسانية الموجودة في قطاع غزة تحديدا في مدينة غزة وشمالية القطاع ثانيا هذه المساعدات الإنسانية التي تلقى من الجو هي إقرار بفشل الضغط الدبلوماسي على إسرائيل لإدخال المساعدات برا إلى داخل قطاع غزة علما بأن هذه هي الطريقة الأنجع كما يشير أكثر من مختص بما في ذلك يقر مختصون إسرائيليون أيضا أحمد شكرا جزيلا لك من القدسة من رأس العربي أحمد دروش